لم يكن حدث اغتيال الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي حدثا عابرا في العراق يطوى بعد تشكيل لجان تحقيقية غرضها الرئيس تهدئة الخواطر الى حين زوال الغضب الجماهري الحادثة هذه مثلت الحد الفاصل بين الدولة واللا دولة تبعتها ردود فعل دولية نددت باغتيال الهاشمي وطالبت بتقديم القتالة الى العدالة البداية كانت من بعثة الامم المتحدة التي سارعت لاستنكار الجريمة وعدتها عملا جبانا يستدعي تحديد الجنات بسرعة ومحاسبتهم الامر ذاته الذي طالبت به بعثة الاتحاد الاوروبي التي وصفت حادثة الاغتيال بالجريمة الشنيعة السفير البريطاني في العراق طالب من جهته بانهاء هذه الهجمات مؤكدا انه يجب على الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة الجناء ومن الادانة الى الاتهام المباشر وهو الموقف الذي اتخذته الخارجية الامريكية التي اتهمت من وصفتهم بمجموعات مسلحة مدعومة من ايران بتنفيذ عمليات الاغتيال الوحشي مطالبة بالقصاص من قاتليه الرد من طهران جاء على لسان السفارة الايرانية في بغداد التي ادانت الحادثة وصفة اياها بالعمل الاجرامي الذي كشف عن وجهه الخبيث باغتيال النخب بهدف ضرب امن واستقرار العراق وخلق الفتنة عربيا اكدت الجامعة العربية دعمها لجهود الحكومة العراقية الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة موقف ليس ببعيد عن موقف البرلمان العربي الذي شدد على دعمه وتأييده الجهود والاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في فرض سلطة القانون مؤكدا ان جريمة اغتيال الهاشمي تمثل عملا ارهابيا جبانا ترفضه جميع الاديان والاعراف والقوانين وتعليقا على حادثة الاغتيال قالت منظمة هيومن رايس ووتش انها كشفت المخاطر التي يواجهها الاشخاص الذين يتجرؤون على تحدي من وصفتهم بالميليشيات القوية ويتحدثون عن الافلات من العقاب المتفشي والفساد في العراق موقف دولية تلخصت بالمطالبة بتقديم القتلة الى العدالة وانهاء ظاهرة السلاح المنفلت وتعزيز الدولة امام قوة لا دولة هذه المطالبات التي ارتبطت بحدث امني اصبح ظاهرة في العراق تشير الى وجود مخاوف من مرحلة قادمة قد يكون الصدام فيها سيد الموقف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا